احنا اتفقنا وحدتك بالمناسبة تليفون الجميل اللي معاك في ايدك ده ليه فوائد كتير جدا 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 غير الجيمز والتيك توك و واتساب من ضمن فوائده انه هو موصول على الشبكة العنكبوتية الانترنت تقدر تكتب كده مثلا تقول أنا مش هقول اسماء مطارات تقول مثلا ايه اهم عشر مطارات تدرهم شركات استثمارية هتتخض من الاسماء اهم مطارات عربية تدرها شركات استثمارية اهم مطارات في اوروبا اهم مطارات في امريكا الشمالية اهم مطارات في جنوب شرق اسيا حلو رائع لازم هنا هيجي على حضرتك سؤال اكيد هتسأل هتيجي تقول لي يوسف يعني يا الموضوع ده يكسب اقولك بالتأكيد لانه في النهاية تشغيل المطار اصبح هنا مهمة مين مهمة الشركة اللي هتشتغل عليه يبقى الرواتب دي على الناس دول على الشركة بس كده لأ طيب تطوير المطار تطويره بمعنى كلمة تطويره الكامل يعني احنا فيه عندنا مطارات حديثة جدا شيء جدا زي الفل ميت فل واربعتاشر ممكن تبقى محتاجة ما يطلق عليه باللغة الانجليزية الفاين تيونينج او الضبط الدقيق او بعض اللمسات مثلا طب في الحالة دي ايه اللي هيحصل الشركة اللي هتنزل لهذا المطار وبالمناسبة هي مش كل المطارات مع بعضها فنفس دات الشرك انت بتعمل زي مزايدة وبتتلقى عروض وبالمناسبة احنا حطين شروط مش بس الفلوس عشان برضو تبقى فاهم وانا جاي لك فيها يعني فبنقول ايه بنقول والله يا جماعة اه طيب انتوا هتدروه انتوا هتصرفوا على التطوير بتاعه وهبقى نتكلم على الشروط بعد شوية طيب اه والله هنفترض انه الشركة دي جاية تدير عشرة خمستاشر خمسة وعشرين سنة هل نحن في احتياج لذلك اقولك الساح اللي جايلي من برا هو في احتياج لذلك اكتر مني ساح اللي جاي من برا عاوز طريقة مختلفة في تقديم الخدمة عن اللي بيقدمها الموظف بتاعي اللي هو انا انا اعتبرني الموظف اللي هو هقف في المطار هو عاوز واحد مدرب بشكل افضل من يوسف هو عاوز واحد هيتعامل معاه بطريقة مختلفة تماما عن طريقة يوسف هو عاوز يشوف مثلا اقولك على حاجة مثلا يعني في مطار هترو اللي هو في المملكة المتحدة حضرتك عندك فيه الجزء بتاع المطار بتاع البيزنس اللي هو بتاع الناس اللي الليوي دول والفيرست كلاس وبتاع لو دخلت في الحتة السكشن بتاع البيزنس ده فالمطار بتخش جوه اولا طبعا غير بقى ان فيها اكل ومشروبات ومشروبات وسوشي وحاجات جميلة جدا اه اسعدني الحظ مرتين ان انا ولا مرة مرتين 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 ان انا دخلت بيزنس يعني فانبسطت اول ونكرمش على حسابي بصراحة المهم يعني كنت معزوب فالمهم معزوب في شغل كنت راح اشتغل في اصحاب الشغل ركبوني بزنس فكنت سعيد قوي المهم يعني لانا بزافر انا بطلع ايكونومي عام فدخلت بقى ايه قلت عايز بقى ايه ادخل قبل منزل بقى ايه لسه كنت هطلع من المطار اروحها للشغل على طول شغل دايركت قلت لقى انا لازم افرش بقى فارحت داخل على التوالت انا بقى طبعا فجئت بقى ادخل ايه اطص وشي بشوقت مية يعني بوش منا دي لعمر انت دخلت بتاع البزنس بتاع هيترو ولا لا اعمور اه انت غالبان زي لما كنت راح شغل عمورة دخلت يا مولانا يا لهوتي على دات والات دا يخض يا عام اولا حضرتك بتدخل واي حد سافر هناك بزنس يعني عارف حضرتك بتدخل فبتروح دايس على الزرار يروح نزلك منه بتاع بلاستيك فيها موس حلاقة ومعجون حلاقة وفرشة سنان ومعجون سنان دا مبدئيا اه على رأي عمر زكريا مخرجي وابو المواسم عمر صاحبي اكتر من المخرج بتاعنا يقول لي خدني معاك يا سيجوني بالزبط كده يعني لو انت لازم نشوف شغل في لندن يعزمونا ونرجع تاني بلدنا اولى بينا المهم فده مبدئيا دا لو انت ناوي تعمل زي حضرتك كده تطص روشك بشوات مية وتحلق دقنك وتغسل سنانك وتبقى انسان فرش خلاص لا مش خلاص افرض حضرتك عايز تاخد دوش انا مكنتش عامل حسابي على الموضوع انا مش عارف بقى فلاقيت مكان حضرتك تقدر تاخد فيه دوش اه وبعدين طب يعني انت تطار بقى تاخد شونتك وتفتح الشونت لا 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 في حضرتك زرار بتدوس عليه بيروح باون مفتوح لك طاقة كده تروح منزل للك بشكير وفوطة اه وبتاع ازغانطاتة فيها شامبو وبتاع ازغانطاتة فيها كونديشنر وبتاع ازغانطاتة فيها كونديشنر بتاع خلاص وتاخد دوش بتاعك وميت فل ولو حضرتك كان مثلا معاك بدلة اللي بتاخدها تتعلقها دي جوه الطيارة تروح لبس بدلتك انت برينس السؤال فيه نوع من السائحين عايز ده وهو جاي مصر اكيد طيب انا عندي ده في مصر دلوقتي لا مش اقولك مش اكيد لا انا محتاج ناس تخش تعملي ده تخش تزبط ده تخش تزبط الهايجين بتاع الاماكن يعني النظافة الفائقة بتاعت هذه الاماكن طيب هياخدوه 10 سنين 15 سنة 25 سنة فيه من ضمن الشروط علشان تبقى فاهم كل اللي هو هيعمله ايا كان كلفه تريليون ديشليون يورو مليش فيه انا هستلم علبيكو يعني ايه يعني بعد العشر سنين ولا الخمستاشر ولا العشرين ايا كان انا هستلم علبيكو بعد عشرين سنة هستلم علبيكو يعني ايه هستلم علبيكو يعني هستلم الحاجة كأنها لسه جديدة مش بستلم الحاجة متهالكة مش بستلم الحاجة كهن بشروط أي شيء بقى متعلق بالتأمين والسيادة وكل ده مع الدولة ده لمساس بيه ومش مطروح أصلا ومفيش حد يفكر في القصة دي دي عشان بس تبقى فاهم يعني إيه حقوق إدارة المطارات تدخل فلوس كتير؟ آه تدخل فلوس كتير تدخل فلوس أكتر نتيجة أنه الساقح عندي بيجي يلاقي خدمات حلوة ويلاقي نظام أحلى ويلاقي معطرات في الجو ويلاقي كل حاجة بتشفه وبترف ويلاقي ناس بتشيله من على الأرض شيل ويلاقي خدمات متعددة الرجل الإيكانومي الغالبان اللي زي حالتي وحالتك والراجل البزنس والراجل الفيرست كلاس والراجل اللي مش عارف إيه كله يبقى موجود في مطاراتنا المصرية العظيمة مصر وجهة سياحية عالمية وبالتالي لازم مطاراتها تبقى على نفس ذات المستوى يا سلام سلم لما تدخلي هذه الأموال بشكل مباشر والأموال اللي بشكل غير مباشر اللي احنا كلنا بدونا عند تتحكم شلسة حكيلك على مطار هيثرو دي حدوتة بتجيب سياح تا فاكرة بحكاية سهلة حكاية حقيقة أهم وأكبر وأعمق من كده بكتير فما تخليش العيال الحسالة بتاعت الإخوان المسلمين تحت الظرف من الظروف السلاسي الوقح لن أصفهم بأي مواصفات غير أنهم السلاسي الوقح المقيم في لندن يكلولك في دماغك لأنه الخبر ده هينزل خلاص كده هتلاقي العيال السلاسي الوقح الوقت والله الوقت محمد ناصر ده عمل زيعة عارف الوجب اللي بلبس نظارة كان بتاع اللي بنشتري المسك بتاعه بتاع السيرك لأ النظارة ومنخير كبيرة كده هو ده محمد ناصر فالمهم بقى إيه هيعودوا يهرسوا لك في دماغك بيبيعوا المطأ كذاب هيضيعوا أين السيادة المصر كذاب أنا شرحتها لك من طقطة لسلام عليكم